اهلا من كل حضراتكم عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وبما أننا يا حضرات كل مرة بنعرف فيها أن الدكتورة دين أبو سعود حتنورنا باللم كل الصواني والحيلة لأنها بتسحبهم مننا دايما مع الحاجات السقعة من منطلق أن هذا أكل غير صحي فقلنا ما بالدهاش بقى نفهم منها إيه حكاية الأكل الصحي والأهم إيه حكاية عملية الهضم والتمثيل الغذائي والقصور اللي لو حصل فيهم بينتج عنه مشاكل كتيرة جدا جسمانية صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم الحمد لله كله زي الفل ينفع كده لا طبعا مش عارفين نأكل في وجودك يا دكتورة دين عشان كل حاجة أنت تشوفي أن هي مش صحية وأنها مش مصبوطة فاضل لنا إيه لا هو أنا مقدارش أحرم الناس من الأكل أنا عن نفسي بأكل بس 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 ببقى بلمتس يعني السكر ما ينفعش أن أنا أشرب على 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 شاي مثلا ثلاثة أربعة ملق السكر دي مش حلوة خالص نأكل كل حاجة وذليمتس ولو مش قادرين ناخد الفيتامينات والمعادن بالقدر الكافي وده أكيد أن احنا ما منقدرش ناخد الفيتامينات والمعادن بالقدر الكافي بناخد مكملات غذائية حتى لو كنتم ناكل كويس؟ صعب أن كنت يعني إحنا مثلا محتاجين من الكالسيوم ألف ميلي جرام في اليوم صعب أن كنت تعمل مونيتر ده محتاجين عشان المناعة بتاعتنا فيتامين سي وان جرام صعب يعني يعني ما بيبقاش سهل أن كنت تعرف تعمل مونيتر ناكل بس نحاول نحن نقلل الحاجات المدمرات الصحة السكر مدمر للصحة نقلله الاكثار في الملح الملح مهم جدا السوديوم كولورايد سوديوم نفسه معدى مهم للقلب والدم والكل الخلايا بتاعتي لكن بيتاخذ بمعدل بسيط الاكثار في الموالح الاكثار في السكريات والاكثار في الدهون الضرة لا هو ده بس اللي أنا بقوله لكن الناس تاكل حرام سحبت مننا كل الأصناف وتقولك هو ده بس لا بس مهم ناكل سلطة يعني فيه ناس مثلا بيروحوا وكلين يضبوا جامد قوي وما فيش حتى أصلا طبق سلطة السلطة مهمة جدا لأن كلها ألياف وكلها معادن وكلها فيتامينات ونحاول نقطر الألوان في السلطة ما يبقاش لون واحد بس يعني خياره وطماطم وخلط الملون وحاجات زيئة ده انت كده بتلم شوية بالفيتامينات والمعادل اللي انت محتاجها ومحتاجين ندعم التمثيل الغذائي يعني التمثيل الغذائي مهم قوي فيه مثلا ناس بتاكل وما بيعندهمش تمثيل غذائي لأنه بيعندهم مقص فيتامينات اللي بتحولي الأكل للطاقة فلازم برضو ندعم التمثيل الغذائي لأن التمثيل الغذائي فيه صحة حلو تعالي بقى نقف عند التمثيل الغذائي أصلا ونفصصه كده عشان نفهم الناس اللي بيحصل في جسم البني آدم من أول ما بيأكل بيحصل ايه؟ ايه الاكل معالجة الطعام مش سهلة يعني انت عندك لما بنيجي ناكلنا احنا ما منحسش بالهضم لكن معادلة صعبة جدا الهضم والانتصاص وتخزين العناصر المهمة والتخلص من الفضلات والصموم ده معادلة تركيبة صعبة جدا ومن أهم الأعضاء اللي عندي المعدة المعدة الداء لازم نهتم بمعدتنا لازم لو عندي أي مشكلة حاسة حاسة يعني ممكن نكون حاسة بحمودة لا أخد من نفسي أدوية حمودة لازم ألجأ لدكتور جهاز هضمي لأنه ممكن يبقى ارتجاع في المريء أي مشكلة أي مشكلة في الأمعاء إمساك مزمن إسهال مزمن تقلصات ما أفتيش أنا وأخد دواء من نفسي لازم أهتم جدا بالمنظومة دي لأن المعدة هي المعدة والأمعاء هما اللي بقدروا بيد الداء ونقدر الحاجات تمتص صح يعني أي حد عنده مشكلة في نقص فيتامينات ومعادن لازم يركز جدا في المعدة والأمعاء أن هي المايكروبيون اللي هي البكتيريا النفعة البكتيريا النفعة مهمة جدا ما ينفعش يحصل لها إمبالانس طب إحنا نعمل إيه عشان ندعم عملية تمثيل الغذائي بتاعتنا نعمل إيه عشان ندعم عملية تمثيل الغذائي التمثيل الغذائي أولا معروف أو بالكلام المبسط هي تفاعلات كميائية بتحصل بتنقلي الأكل من ناكله إلى طاقة وسعرات حرارية السعرات الحرارية والطاقة إحنا عايزينها في النشاط في النشاط بتاعنا والحركة والمود بتاعنا طول ما سرعة الأيد عندي عالية طول ما يبقى عندي النشاط طول ما يبقى الأيد اللي هو التمثيل الغذائي اللي هو الميتابوليزم التمثيل الغذائي طول ما أنا بقدر أسرع ده طول ما أنا نشيطة وطول ما أنا ما يجليش اكتئاب أي حد مريح مش قادر يعمل حاجة تعبان بعد فترة هتحيحس أنه زهقان جدا فلازم على طول أدعم التمثيل الغذائي طبعا من فواد التمثيل الغذائي زي ما أنا قلت موضوع الحركة موضوع النمو موضوع حركة الهرمونات أنا ما بحسش بهرمونات الهرمونات لازم يحصل لها البالانس الصح عشان لو الهرمونات حصل فيها مشكلة بيحصل مشاكل كتيرة فده بقدر ندعمه بالتمثيل الغذائي خروج الفضلات والتوكسنز برضو محتاجين تمثيل غذائي التنفس بتاعنا محتاج تمثيل غذائي طيب لو إزاي نقدر ندعم التمثيل الغذائي من أهم الفيتامينات ومن أقوى الفيتامينات اللي بتدعم للحركة والتمثيل الغذائي يعني حركة ونشاط وعدم خمول وعدم كسل من أهمهم أكيد فيتامين بي كومبليكس اللي هو مركب فيتامين بي بكل مشتقاته يعني النياسين مهم قوي اللي يحول لي البروتينات والأكل الطاقة الثيامين الريبوفلافين والكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 وحتى البيوتين فيتامين بي 7 والفوليك أسد فيتامين بي 9 طب دكتورة دينا مثلا ده فيتامينات كتيرة جدا ازاي نقدر نحصل عليها طبعا برشح المكمل الغذائي ألب مالتي فيت المرخص من هيئة سلامة الغذاء اللي شايفينه على الشاشة ملناش أي بدايل دي العلبة بتاعتنا العبوة بتكف في شهر كمان موجود في كل سيداليات دي حاجة حلوة جدا إن أنا أدخل أي سيدالية أخذ مكمل غذائي من السيدالية فطبعا عندنا دي معنى أنه هو آمن طبعا طبعا ما فيش سيدالية بتحط أي حاجة on shelf غيره لازم لازم ده لا جدال فيها الحلوة في قلب مالتي فيت احنا شايفين كل الفيتامينات والمعادن لو هتكلم على الزينك الزينك مهم أول المناعة أنا مش بس عندي فيتامين بي كومبليكس أنا عندي زينك كمان 23.9 والقصاده النحاس اللي بيشغله 3 ميلي جرام عندي كمان فيتامين إي فيتامين إي مهم قوي كداعم مضاد أكسادة برضو عشان أعلي التمثيل الغذائي لازم أقل الالتهابات فيتامين إي برضو مضاد أكسادة فيتامين سي مهم جدا للمناعة مهم لصحة بشريتي وشعري لأنه بيعمل على إنتاج الكولوجين مهم لامتصاص الحديد عشان بحمي نفسي من مشاكل الدم عندي كمان داخل قلب مالتي فيت زي ما احنا شفنا بكل أنواع فيتامين بي كومبلكس لو هتكلم على البيوتين كلنا عارفين البيوتين أهميته للشعر والضوافر أهميته لعملية التمثيل الغذائي لو هتكلم على الفوليك أسد مهم قوي قوي لحتى الأعصاب يمكن بتلاقي كتير قوي يا كريم مننا يده شوية بيحصل لها ارتعاش أو الإيد نفسها بيحصل لها الأعصاب مش قوية عشان كده الرياضيين لازم بيدعموا جسمهم بفايتامين بي عشان لما يجوا يشيلوا الأوزان التقيلة الإيد نفسها ما تجلهاش رعشة لا أتكلمش على مرض لا أتكلمش على باركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش أتكلم على الحاجات اللي بتحصل نتيجة نقص الفيتامينات والمعادة فقلب مالتي فيت داعم جدا للصحة وللشعر وللبشرة وللمناعة ومساهم قوي لمضاد الأكسادة ويدعم عملية تمثيل الغذائي اللي أحنا بنتكلم عليها طبعا لأن لازم طول الوقت أدعم تمثيل الغذائي أنت تعزز الدورة الدموية تمثيل الغذائي تعزز نشاطك تعزز الحركة تمثيل الغذائي تثبت هرموناتك في الجسم تمثيل الغذائي نتخلص من الفضلات والسموم فمهم قوي لأن لو تمثيل الغذائي عندي قليل هيحصل حاجة اسمها متلازمة الأيد يعني متلازمة الأيد دي مش مش مرض معين متلازمة الأيد هي عوامل خاطئة عوامل خاطرة يعني أول ما تمثيل الغذائي بتاعي ما يبقاش قوي بتلاقي نسبة الكوليسترول عندك عالية الدهون السلسية عندك عالية نسبة السكر في الدم عالية فكل الحاجات دي مؤشرات خطر الأمراض مش حلو هو مبدئيا موضوع التمثيل الغذائي بنلاقي دايما وراء أغلب حالات إما فقدان الوزن الغير مبرر أو زيادة الوزن الغير منطقية صح صح كده بيبقى طبعا نتيجة أي طرق هو التمثيل الغذائي ده حياة ده فعلا لو أنا التمثيل الغذائي مش قوي هتلاقي نفسي بدخن يعني الجسم ما بقاش في القوام المثالي خالص ومع التخن بتلاقي المزاج عندك مش حلو يعني النساء اللي بتعاني من النحافة دينا بيلجأوا إلى كل ما هو مبطئ لعملية التمثيل الغذائي لا 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 ده خطر لا 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 أصل هو التخن والخسسان مش بس التمثيل الغذائي مهم زي ما قلت للتقاط الخفية يعني حتى وإحنا نايمين على فكرة فيه تمثيل غذائي مش موضوع التخن والخسسان إطلاقا اللي عايز يدخن يشرب له عصير بلح كده مع اللبن وبتاع ويدخن البلح من الحجاك البتخن ده اللي أنا أقصده بقى فكرة أن هل ينفع الواحد يعمل أي شيء يعطل به أي عملية جثمانية طبيعية ربنا خلقها؟ أه طبعا أه طبعا يعني من الحاجات اللي منعطل بها عمليات التمثيل الغذائي أكيد كمية السكريات اللي مناخدها في اليوم أكيد أكيد كمية الدهون الضرة كل الحاجات دي بتعطلي التمثيل الغذائي أه أه اه آه أه العدم الرياضة أكيد عدم الرياضة بي ببعطل جد لتمثيل الغذائي مش بقول بقى ان احنا كل يوم ننزل جيم يعني انا ما بروحش الجيم بس انا عشان بشتغل بنزل كل يوم بتحرك كفاءة لازم اتحرك عشان عظمي حتى عشان نشاطي عشان الموت بتاعي عشان التمثيل الغذائي بقول الستات البيوت اللي ما بيشتغلوش وقاعدين في البيت اتحركي اتحركي امشي روحي خش المطبخ اطبخي بيدك روائي حاجتك مش لازم تعتمدي على حد لازم تتحركي كل عدم الحركة بيقللي جدا التمثيل الغذائي يمكن كمان شايفين على الشاشة يا كريم المميزات ألب مولتي فيت يعني انا زي ما انا قلت هو داعم لعملية التمثيل الغذائي ومش بس كده هو داعم للمناعة لاحتواء على فيتامين سي وزينك ونحاس وداعم كمضاد الأكسادة لاحتواء على فيتامين اي و سي وداعم لصحة الشعر والضوافر لانه بيحتوي على البيوتين والفوليك أسد والكوبالامين كل الحاجات دي مهمة جدا لصحة البشرة والشعر لان اي حد عنده نقص في فيتامين مش بس الكسل والخمول بيبان على الوش على طول بس تتدقي بقى هو دا السؤال اللي جاي ومن المناسبة دا سؤال من حد من المشاهدين ميرنا جورج بتصبح علي وعلى حضرتك وبتقول عايزة اسأل دكتورة دينا هل عدم توحيد لون البشرة وبهتان البشرة ليه علاقة بنقص فيتامين معين؟ اولا لازم نتأكد من صورة الدم بتاعتنا ان الحديد بتاعي في الرنج بتاعنا تاني حاجة بقى لو اتأكدت ان الحديد بتاعي في الرنج بتاعنا لان دا بيعمل شحوب في البشرة من اعراض اكيد الشحوب كمان والتصابغات نقص فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 هو اللي بيدعم لي كرات الدم الحامرة وهو اللي بيساعد على تكوين الكرات الدم الحامرة فيتامين بي 12 مهم جدا اكيد بيبقى موجود في اللحوم بس كتير مننا عنده نقص فنقدر نعوض النقص بتاعه بقالب مالتي فيت وكمان الحلوة في فيتامين بي غير ان هو بيساعد على عملية التمثيل الغذائي وشحوم البشرة هو ترتيب هايل البشرة شحبة نقصة ترتيب نقصة ترتيب نعمل ايه نشرب مية على القال 2 لتر ونصف اليوم ونستخدم قالب مالتي فيت لانه بيرطب جدا البشرة عشان امنع من التصبغات وامنع من الهالات السوداء ويعني احاول احسن الشكل بقدر الامكان طيب سؤال تاني من محمد علي بيقول انا اول ما اصحب للنوم مش بكون شايف كويس بحس ان الرؤية مغيمة او مش واضحة فهل ممكن نقص الفيتامينز يكون ليه علاقة بالموضوع ده؟ طبعا ممكن من احد الاسباب ما بتكلمش على امراض لان اكيد مريض السكر بيحصل له اضطرابات شوية في الرؤية طبعا في البليرد فيجين لكن يمكن الكوبالامين وفيتامين بي هو اللي بيدعم لي العصب البصري وفيتامين اي طبعا عشان كده فيتامين اي موجود في جذر بنحب ركل جذر كتير لكن من اهم الفيتامينات الداعمة جدا للعصب البصري هو فيتامين بي 12 طبعا نرجع برضو مرة تانية بعد اذنك للتمثيل الغذائي هل في اكلات معينة او انواع معينة من الاطعمة بتساعد الجهاز الهضمي بتاع الانسان وبتخلي عملية التمثيل الغذائي تمشي بشكل مثالي او نموذجي؟ من اهم الاكلات اللي بتساعد على قصة التمثيل الغذائي بروتينات البروتينات مهمة جدا جدا دهون الصحية الزيتهون السمك والزيته يقولون عليه وكمان فيه اوميجا اوميجا بتساعد جدا على عملية التمثيل الغذائي وبتساعد على التركيز وانا ضد لديت من غير دهون بجب نأخذ دهون صحية زيت الزيتون حلوة اوى اوى البروكلي حلوة اوى لعملية التمثيل الغذائي فكل الأكلات وأكيدة السلطة يعني زي ما أنا بقول عايزين نزبط عملية تمثيل غذائن غير لايفستيل بتاعنا يعني الأكل ناكل يعني أهم حاجة تلتين الأكل سلطة وألياف والتلتين الثاني بروتينات وكربوهايدريت بس نقلل الكربوهايدرات يعني الكربوهايدرات ما نقولش طبق حل تمحشي ناكلها لأ يعني نقلل الكربوهايدرات بس الكربوهايدرات مهمة قوي للجسم لأنه تدي طاقة بس ما نفردش فيها يعني ما ناخدش حل رز ناكلها يعني هو اللي بيخلي الوزن يزيد الكربوهايدرات أكتر ولا البروتين أكتر لا الكربوهايدرات ولا مكسل الاثنين مع بعض هو يعني ممكن الاثنين مع بعض بيزودوا بس هوا طبعا السكريات والكربوهايدرات هي اللي بتزود يعني المكارونات وكده هي بس لا ناكل منها يعني أنا ما أقولش ما ناكلش أنا بأكل مكارونا ورز فاهم لا أنا أقول لك بس مصدر الزيادة في الوزن بيكون مرجعيت وأني بروتين أكتر ولا كاربوهايدرات طيب في ناس بالمناسبة ممكن تبقى بيختلط عليها الأمر ما بين الدواء وما بين المكمل الغذائي فتقول لهم إيه الناس لا أقول لأي حد بيختلط عليه الأمر ده أمر خلاص مفروغ منه الدواء لا بديل للأدوية ولا مكملات غذائية ولا فيتامينز ولا أعشاب ولا أي حاجة بديلة للدواء الدواء هو العلاج لكل الأمراض اللي في العالم الفايتامينز والمينرالز والمعادن هي داعمة لا تتعارض مع أي دواء عايزين نتعالج هنمشي على رشدة الدكتور ونقدر ندعم بالمكملات الغذائية الأمنة مش كمكملات غذائية مش عارفين مصدرها لو رجعنا مثلا لألف مالتي بيت كمثال للمكملات الغذائية الأمنة أنت قلت قبل كده أكتر من مرة أن العلبة بيبقى فيها 30 حباية حباية واحدة في اليوم بسبب لو أنا بقى خليته بحبيتين ثلاثة من منطلق أن أريد أن أدعم قوي الفايتامينز الموجودة في الجسم لا غرف ولا مصنبة ولا عادي أنا بقول أننا نأخذ قلب مالتي بيت مش محتاجين نعمل تحليل فيتامينات اللي هيخد قرصين وثلاثة ده يسأل الدكتور بتاعه لو هو عنده عالي جدا في الفايتامينز والمينرالز الدكتور هو اللي يقوله لأخذ حبيتين مثلا لمدة شهر بعدين رجع على حباية واحدة ديمش بتاعتي كايزي كورس مكسفة ده وقت لما يبقى فيه بعد ما بيعمل تحليل دي رسالة الدكتور بقى مش رسالتي أنا رسالتي أنه هو آمن يتخذ مرة واحدة في اليوم بالتركيز بتاعته المقاولة عايز تركيز أعلى ده يسأل الدكتور ما كيش مرضى بأمراض معينة يفضل أو ينصح أنهما ما يخدوه كل الناس تقدر تاخده ممكن أقول لو أي حد عنده لا قدر الله تلايف في الكبد أو مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلا نقدر نستشير الطبيب بتاعنا لأن أي حهم طبيعي أي حاجة بياخدوها حتى الأكل الأكل العادي بيستشيروا الطبيب لكن هو آمن جدا 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 لكل الناس التاني طب بالمرة برضو دينا هل في أي أفكار مغلوطة أنت تعرضت لها قبل كده خدت بالك من أن الناس مش واخدة بالها قوي من شوية أمور ففرصة نعرفها لهم؟ هي قصة الفرق بين الدواء والمكمل دي كانت مشكلة فعلا متكررة جدا فبحب لا أنا على طول بقول لا يا جماعة لازم تفهموا الفرق لازم تعرفوا أن الدواء هو العلاج المكملات الغذائية اسمه مكمل مكمل الأكل هل هناك مشاكل تؤدي إلى نقص الفيتامينات؟ أكيد أكيد المشاكل وعايز أقول أي مشكلة ما نعديهاش يعني مثلا ممكن حد مثلا بيحصل كثرة تبول كتير جدا ويعدي الأكل الشراهة في الأكل العطش الزيادة ويعدي دي بتبقى عوامل خطر لازم أي حاجة غريبة ممكن تكون أعراض لأمراض لأعراض لمرض السكر مثلا فلازم نبقى صحة ما بتتعوضش فلازم أي عرض لو كمل معايا لا لازم أعرف أي الموضوع وطبعا بنصح كل الناس أن يعملوا تشيك أب دوري تحاليل الدم مرة كل 6 شهور تحاليل إنزيمات كبد كلا مهمة جدا السيدات بعد سن الأربعين لازم يعرفوا ويتعلموا حتى دكتور النساء يكشفوا على نفسهم لأن الكشف المبكر حياة الحقيقة فلازم طول الوقت أن نحن منسبش نفسنا حاسة بعرض لأ بكرة بقى كويسة ما أنت ممكن بكرة ما تبقيتش كويسة فالصحة لا تعوض فده رسالة مهمة خير ختم للفقرة دي إن الصحة لا تعوض وده طبعا كلام مزبوط مليون في المية نورتينك العالم تسلم تسلم يا كريم تسلم يا كريم مرسي أشكرك على وجودك معنا ونشكر كل حضراتكم على حسن متابعاتكم لينا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة من 10 صبحة الأهلي إلى اللقاء